اشتركوا في القناة من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السيد محمد المنخي لتهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني لتفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الساناتر لينزي جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكية الذي رحب بزيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين ومعربا عن التطمع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالة كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية أكد السيد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة وسيغير تماما من واقعها المتأزم لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي اشتركوا في القناة